هذه هي المشاهدات التي حققتها وهذه الأرباح التي حققتها من هذه المشاهدات ولكن هذه المشاهدات التي شاهدتمها وهي أزياد من 700 ألف مشاهدة والتي حققنا فيها يعني أزياد من 900 دولار ولكن الآن كيف سوف أتعرف على كم نربح في كل ألف مشاهدة والمقصود من ألف مشاهدة في الفيديو يعني كم شخص شاهد ذلك الفيديو يعني ألف إنسان شاهد ذلك الفيديو كم أنا سوف أربح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هشام هاشم إذا كنت أول مرة تشاهد قناة هشام هاشم وكنت مهتم بكل ما يخص اليوتيوب والريح من الأنترنت لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل دائما بجديدنا وأيضا نحتاج عدد كبير جدا من الإعجابات ليصل الفيديو للناس ويا الله الآن نتعرف على كيف يتعرف على كم نحقق من ألف مشاهدة في اليوتيوب قبل أن نتعرف على كم نحقق من ألف مشاهدة يعني كم الأرباح التي نحققها في كل فيديو يأتي بألف مشاهدة يجب أن نعلم بعض الأمور التي تكون مهمة جدا في الربح من اليوتيوب أولا الذي يجب أن تعلم أن ألف مشاهدة أو الأرباح الخاصة بألف مشاهدة تختلف من محتوى إلى محتوى مجال المعلوميات الربح فيه كده وكده في ألف مشاهدة والأرباح الخاصة بالطبخ أرباحها في ألف مشاهدة كده وكده وأرباح الخاصة بالقصص والأطفال والرعب وغيرها والفلوغات إلى آخره هذا على حسب نوع المحتوى الذي تنشره في اليوتيوب لهذا لا يأتي شخص ويقول أن هؤلاء يربحون في كل ألف مشاهدة عشر دولار أو خمس دولار فأنا إذن سوف أربح خمس دولار أو عشر دولار في كل ألف مشاهدة ليس هكذا تحتسب لهذا هذا السؤال الذي تطرحونه كم تحققون في ألف مشاهدة هذا الأمر لا يهم أنا سوف أعلمكم الآن يعني نحن نريد أن نتعلم لا نريد أن أسأل أسأل والإجابة مختلفة نحن نريد أن نتعلم الآن كيف أتعرف أنا شخصيا لا يهمني الناس لا يهمني أرباح شماشم أو أرباح فلان أو علان يهمني أنا أنا شخصيا كم أحقق في كل ألف مشاهدة هذا ما سوف نتعرف عليه الآن فيعني الأمر بسيط جدا بكل بساطة سوف أقوم بالدخول إلى الإحصاءات تمام ثم سوف أتجه مثلا إلى أي شهر مثلا نقول شهر عشرين هذا يوم عشرين أعتدر يوم عشرين فيوم عشرين كانت عندي المشاهدات 28474 سوف أقوم بأخذها تمامية وعشرين أربعة سبعة أربعة كما تلاحظون أن عدد لمشاهدات تمامية وعشرين ألف أربعمية أربعة وسبعين إذن عدد اللي هو تمامية وعشرين ألف أربعمية أربعة وسبعين سوف أقوم يعني هذه نظرة عامة حول المشاهدات الآن سوف أدخل إلى الأرباح بهذا الشكل ثم سوف أدخل إلى الأرباح لكل ألف مشاهدة أربعم ثم بعد ذلك سوف أبحث عن يوم عشرين سوف أختار يوم عشرين يوم عشرين كانت فيه 1.32 في ألف مشاهدة طيب كيف هي العملية؟ سوف نراقب بهذا الشكل سوف ندخل إلى العشرين سوف أقوم بضربها يعني تمامية وعشرين ألف دقيقة تمامية وعشرين ألف أربعة وسبعة أربعة بهذا الشكل سوف أقوم بضربها في هكذا عشرين في 1.32 سوف أقوم بضربها في كم؟ في كالف ألف مشاهدة يعني في يوم عشرين أنا ربحت في كل ألف مشاهدة 1.32 دولار طيب كي أتأكد أكتر سوف أقوم بتساوي سوف تعطني سبعة وثلاثين دولار فصيلة خمسمية وخمسة وثمانين طيب سوف أدخل الأرباح ثم أعد ذلك سوف أختار يوم عشرين وسوف أجد أن الأرباح دقيقة أن الأرباح فعلا سبعة وثلاثين فصيلة خمسمية وخمسة وثمانين بعد السنتات لا يهم ولكن الأرباح الخاصة به هي سبعة وثلاثين وبهذه الطريقة أستطيع في الأير بي ايم أو الأرباح لكل ألف مشاهدة يعني أنت إذا أردت أن تتعرف على الأرباح الخاصة بك يجب عليك القيام بهذه الطريقة يعني أنا في هذا اليوم أو في يوم 20 أربح مثلا في 18 أربحت 1.37 دولار في كل ألف مشاهدة في هذا اليوم 1.36 في هذا اليوم 1.42 وأقوم بضرب هذه الأرقام أو هذه الأعداد في عدد المشاهدات وسوف يعطيني الإحصاءات حول كم حققت في كل ألف مشاهدة وبكل بساطة هذا ما أستطيع أن أشارك معكم في قناة شام هاشم ولا تنسى دعمي ودبع جميع القنوات الخاصة بالتقنيات والمعلوميات لأنها تحتاج منكم الدعم غير الروتينات والتفاهات وغيرها وأتمنى لكم التفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته